مرحبا بكم مجديد في هذا الجزء مش نحكيه على الأضراب العام المنتظر يوم 16 جوان اللي بشي نفذوا الاتحاد العامة تونسي للشغل مش نحكيه على عدة نقاط أخرى بحضور ضيفي سلاح الدين السالمي الأمين العام مساعدة الاتحاد العامة تونسي للشغل مسؤول عن قسم الدووين والمنشآت العمومية أهلا وسهلا بك تحية لك وتحية شكرا على الاستضافة وتحية للخوين ساعدين سيريات لصي اللطفي وتحية لك المشاهدين لقناة التاسع شكرا لك على تلبية الدعوة التقرير للزميلة ريحب حواث ثمنعوت سبعة أيام تبقت على موعد لاذرب العام ليقر الاتحاد العام التونسي للشغل في 159 منشآة ومؤسسة عمومية يوم 6 شجوان جيري تحت عنوان عريف وهو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين إذ راب أشعله تمسك الحكومة بالمنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابة وعدم التزام الطرف الحكومي بمخرجات اللجنة المشتركة 5 زائد 5 اللي سبق عقدة ثلاث جلسات أخرها يوم 20 ماي المنقضي وتتمسك المنظمة الشغيلة بالدعوة إلى المفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العام وبتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 اللي يقر بتفعيل 46 اتفاقية قطعية عالقة في الوظيفة العمومية واليعود البعض منها إلى سنة 2015 إلى جانب تطبيق اتفاق 21 مارس 2021 اللي تم إبن فترة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ولنص على ترميم القدرة الشرائية للموظفين هذا قرار التخذات الهيليدارية الجهوية بمعز المنع على القرار للتخذات الهيليدارية الوطنية في الاضراب العام في القطاع العام من أجل تطبيق الاتفاقيات والمفاوضات الاجتماعية وكذا تشوفوا الوضع الاجتماعي المتردي الصعب اليوم اللي موجود تشوفوا الزيادة في نسبة الفائدة قداش تصرفها الخدام تشوفوا أن تداور المقضى الشرائية وغلال أسعار كما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالشروع الفوري في أصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية إلى جانب إلغاء المساهمة التضامنية المحددة بـ 1% وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المنظمة الشغلة تأكد أن الحكومة وإلى حد اللحظة لم تعرض أي مقترح لزيادة في الأجور ولم توجه أي دعوة للاتحاد لعقد جلسة صلحية لإلغاء الإذراب أو تأجيله منذ إصدارها لبرقية التنبيه بالإذراب ويؤكد اتحاد الشغل أن باب التفاوض والحوار سيبقى مفتوحاً وأن رفع الإذراب سيكون رهين مبادرة الحكومة بسحب المنشور عشرين والإعلان عن الاستعداد لتطبيق الاتفاقات المبرمة وفتح باب المفاوضات سلاح الدين سالمي الأمين العام مساعدة الاتحاد العامة تنسي لشغل مرحبا بك مجديد قبل ما نخوض في موضوع الأذراب يوم 16 جوان زوز أسئلة برقية نحكي وعلى تأجيل قضية الاتحاد العامة تنسي لشغل يوم 22 سبتمبر كان عندك حيثية أكثر على هذا التأجيل هل هو بسبب أذراب القضاة؟ بالتأكيد بالتأكيد باعتبار عديد الجلسات تم تأجيلها من بينها جلسة مرفوع عدد الاتحاد والجلسة الاستنافية شنو موقفكم من تصريح رئيس جمعية القضاة التنسيين أنس لحميدي اليوم اللي يقول أن وزيرة العدل طلبت من قضية تعيين قضية مؤتمر الاتحاد وفقا لشروط سمعتوها اليوم؟ سمعتوها نأسف جدا لذا كان الكلام هذا يكون صحيح ونحن في تاريخ الاتحاد وفي تاريخ المنظمة في كل بياناتها وكلها تنادي باستقلالية القضاء على مددها وهذا ما نتمنى وحتى في هذه القضية نتمنى أن القضاء يكون مستقلا فعلا في هذه القضية مرفوع عدد المنظمة أول مرة تسمعوا الكلام هذه حول المسألة هذه بالذات سمعناها في الكواليس لكن اليوم تأكد من رئيس جمعية القضاة هذا في تصريح علني في الكل اللي يتحمل المسألاته في هذه المسألة اليوم مليك أيضا في تصريح لأناتق رسمي باسم الاتحاد السيد سيمي طاري يقول بأن الاتحاد لا يملك أي إثباتات باستثناء هالأقاويل هذه متاع صفحات ومتاع النسلح ميدي لما أقول العكس ذلك أدوش قلت معناش لثبت هذا في الكواليس مع الحديث اليوم تجاه العلنا لوسائل العلام يبقى في خارج شائعات لكل اللي يتحمل المسألاته وما نتمنى وما نريده وما نحبيده وأن يكون القضاء مستقل لأن مهما كان حكمها زيدا بشكل أمور واضحة في المسألة هذه شنو موقفكم من اللي يتقال بما أنك تحكي على الكواليس سيادتك اللي يتقال اليوم زيدا في ندوة صحفية لحراك الخمسة وعشرين جوليا وندخل مباشرة في مسألة الأضراب يقول لك أضراب اتحاد الشغل اليوم نهار 16 جوان الهدف منه هو ضرب الاستفتاء وهو سياسي وليس قطاعي أو اجتماعي الله يقول كلام من اللي يقول فعلا أنه ضرب سياسي والله كلام ما دعت للضحك فعلا عليش لأنه أولا الاتحاد ما عنده حتى منشي خاف بشي يعلن الأضرب سياسي أثنين الاتحاد قام بأضربات السياسية على الأقل بعد 2011 وكان الجزء الضربات السياسية إثر الاغتيالات التي تمت سواء للشاهدين شكري بالعيد والحاج محادل البرهمي لا يخشى الاتحاد أن يكون الأضراب السياسي ثم هذا الأضراب شمال الأضراب اللي قلناه في 24 أكتوبر 2018 نفس الشيء أضراب قطاع عام كان مبرمج شو ما تقلش عليه أضراب سياسي هذا أضراب مبرمج من نهار 18 18 مارس انعقد مجمع القطاع المجمع رضيف العومية 29 مارس انعقد مجمع القطاع العام والزوز يعني كانوا المقترحاتهم بالأضراب العام سواء يكونوا مبعضهم سواء يكونوا كل واحد والهيئة إدارية اضطأت أن يكون كل واحد كل مجمع يكونوا يضربوا واحد سابق حتى لمشكلة الحوار ومشكلة الأعلان هاللي جانا لتعاملت هذا سابق مقبل لا نخشى شيئا أن نكون الأضراب السياسي لأن نعلوه أضراب سياسي لو كنت دخلنا فيه القطاع الخاص ولا ينقوله القطاع الخاص ما هو شمعني بالأضراب أصلا كنقوله أضراب عام وإضراب سياسي رويزهم يجمل القطاعات الثلاثة ويكون فردن هال مثلا ميش يضرب سياسي يكون في قطاع بركة في قطاع القطاع العام وبعده منتظرين ممكن نحد في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص مستثنين وباعتباره عنده عنده خذاء زيادته وخذاء يعني على الأقل اتفاقاته وقاعدة تخرج في الرئيس وكذا غير معني بالأضراب في هذه المسرع باعتباره وفي البيانة اللي خرج في المتاع 23 مي في الهيئة الدارية واضح الإضراب في القطاع العام أو في الوظيفة العمومية تحت عنوان عنوان الوحيد وأوحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا غير ومن يريد أن يحول وجهة نظر أو وجهة نظر الشعب التونسي وجهة نظر منظورين وجهة نظر للعباد إلى جهة أخرى فهذا هو الكلام مردود عليه ولن نستسيقه أصلا الأمينة العام الاتحاد العام التونسي للشغل نوردين التابوب اليوم يتحدث حتى في تصريح كنا عاديناه منذ قليل يقول أنه الاتحاد والمنظمة الشغلة اليوم مستهد في استهداف كبير من قبل السلطة وأنا هنا نسألك بسلح الدين سالمي كيفاش تستهدف السلطة الاتحاد بأي طريقة هو سؤال السؤال كثير لماذا مستهد بلا أنه مستهد في واضح ونسكول تال على الصفحات التواصل الاجتماعي وعندني كل مستهد عليش هالإقرار بأنه مستهد السؤال عديد الصفحات دعم للسلطة تنتحل أنت قلت ومن يثبت أنها من تحل ومن يثبت أنها تدعي تبقى صفحات لأنه حملها أكثر عمليا أنا أعطيك عمليا وإنه مستهد منشور عشرين يستهدف لاتحاد لعمل تشجع هني أدخل في المظامي بذبت مضمون منشور عشرين ضرب الحق الحوار وضرب الحق النقاب وضرب المفاوضة الجامعية تبقى الاتفاقية الدولية سواء دولية أو محلية هذا ضرب للمنظمة هذا استهدف الاتحاد وقت الاتحاد غير قاد ويصبح ما يفاوضش بجيجيب مكاسب الخدامة بجيجيب مكاسب المنظورية بجيحقق مطالب موجودة لنهناش ما يأت حشر الاتحاد في تركيا هذا استهداف مباشر للمنظمة إضافة لذلك تقول لي علش لأن جوهر الخلاف خليني من الكلام هذا السياسي وهذا ضرب سياسي وهذا كلام والفيسبوك اختنى من هو ينعك في الصحيح هات عملية بالضبط هات عملية الاتحاد لأن التوجه الموجود لدى السلطة القائمة حاليا فيه توجهه خاصة البرنامج ما سمي باطلا بالبرنامج الباطل للإصلاح الخلاف الجوهري هنا هذه حقيقة هذه حقيقة الخلاف وانا مش ننشق ملاحظة في المسل هذه نهر 1 نوفام 1 أفريل اجتمع المكتب التنفيذي كامل بسيد رئيس الجمهورية وسمعنا منه ما أثلت صدورنا كلنا تقريب المتفقين على خطوط الحمول مش اتفقنا على جميع الخطوط بل بالعكس قال كلام أكثر من نقوله فيه نحن قال لا سبيل إليه لرفع الدعم مهما كان لا سبيل إليه إلى التقليص لكتلة الجهور بل بالعكس أعطاه مثلة في المعلم كيفاش كان المعلم في شهريت وكان يأخذ منه في دار ويبني في كنبة اليوم بالقلوض ما عادش واصل هذا كلام اللي عاشتنا به إلى درجة قلننوا هل أنهم مستغربين الحكومة تعرف العكس العكس مكتوب العكس ليس مكتوب تتعامل في الندو الصعفية وهذا مدآة الاستقراب هذا مدآة الاستقراب هذا رئيس دولة هو رئيس السلطة التنفيذية وهذه حكومة تحدث تعمل الندو الصعفية ب13 وزير وتقول الكلام من يحكم من يحكم فعلا هذا رئيس دولة قال لني كلام هذا أعضاء مكتوب التنفيذ كاملين ليس واحد بارك مشاهر عام واحد أنا بدي حاضر لا هذا هو سلاح الدين سلمي 16 موعد الأذراب 16 يوم 9 أيام تقريبا على صدور برقية الأذراب يظهر لدون أي اتصال بينكم بين الحكومة مواضي الزيد للإستغلاف هي أن الحجاج عندهم ضعيفة الحجاج عند السلطة الحاكمة والحكومة حجاجهم ضعيفة قدام الاتحاد سواء على مستوى لأن هذه اتفاقية مبرمة وإذا كان الناس تحترم الدولة الدولة هو استمرارتها احترامها احترام الاتفاقية المبرمة سواء على مستوى الاتفاقية المكالك في شرع الحرية خاصة بالقطاع مضحكة فعلا من طرف الحكومة سواء على المفاوضات الاجتماعية التي فيها اتفاق 21 مارس 2021 مع الحكومة السابق لماذا لجنة 5 زائد 5 ما صار فيها حتى تقدم وقع جلسين 5 زائد 5 مخترحات ليس لا تلبي لحد لا يمكن أن يقبلها العاقل وقت نقول لأنه اتفاق ستبيض النجم الرحل وحتى يوصل حتى 27 و28 هذا ومعنات 2027 و2028 2027 و2028 يوصل بمراحله حتى 27 و28 وشكومة جاءت من هذا وقال لأنه حتى ينفوض معك في الزيادة في الوزور تو حتى ينفوض معك لأنه من نجم نبدأ في التطبيق الذي في جويل 2023 تبقى الالتزام الذي يقول حرفين نقولها مع لفمين من أعطيك إلا بعد في جويل 2023 من هذا المفوضات هذه بشتغل هنا سيستغل نعم أخي الأضراب اجتماعي لا يوجد شك لكن عندما الطرف المقابل يقول لك إضراب سياسي يولي الإضراب حدث سياسي نحن في الحدث السياسي هذه معركة تكسر أيضا ما عادش فما تقارب لحد الأدنى لحد الأدنى ما معناها حتى شعرت معاوية والتي شدة في كحة كما يقول أخي أولا سأل موضوع الملف السياسي والإضراب السياسي هذا موضوع حسيمة ورقة وتطوير تطوير ما هي مشكلة المشاركة في الحوار هذه إدارية لخذات القرار للمكتب التنفيذي لتنفيذ الأدراب أو تحديد تواريخ الأدراب وقرار بعدم المشاركة في الحوار أنت هل موضوع لا معاشا عننا مشكلة غادي في الموضوع معاشا عننا في حتى أنت ما عندك مشكلة كناك ياتحاد نحكي لا أنت أي فاهم يحب يبلي على روحه ويحب يجرر الاتحاد ما يجرر حتى حد للمربع هو الذي حسو به الاتحاد عاده مربع الذي يتعامل وعاده مربع الذي يخدم وعاده مربع الذي يدفع فيه على مطالب وعلى مطالب منظوره ما يلزه حتى حد ما يجرر ونعرف الاتحاد والأصوات التي تتعايت باسم الاتحاد ومشيقود في مفاوضات نحو حكومة لا لا الاتحاد ما يجرر الاتحاد قال انه باش يتم تشكيل حكومة مع الاتحاد ورقوبات أنا اسمكت نحن في حل هذا الهديث ولا يلزم 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 إلا أصحابه عنيش دخل المدر هذا نحن الاتحاد مش يبقى يقود في معارضة جبهة خلاص والذي زبهة الهاشنية ويقود فيها ومش يخدموا بالاتحاد طوه هكا الاتحاد هذا الاتحاد وليس هذا حبيت يبدو وصلنا إلى نقطة العودة في المواجهة بين الاتحاد والحكومة مش الحكومة أنت تحب تقول الحكومة حقك أنا أقول الرئيس والحكومة معنήني أنا مفرق من بيناتهم فماش حكومة وحدها مستقلة بذاتها مع الرئيس قيس سعيد هي حكومة الرئيس والقرارات هي قرارات الرئيس وكان غضو الرئيس يحب الحكومة تفاوض مع الاتحاد تهبط تفاوض مع الاتحاد هي ما تعملش اللي تحب لكن هل أنه الثنية تسكرت يعنيها وصلنا للزنفة لذكر برنامج الاقتصاد المقدم من أجل ذلك أنا سميته يعني برنامج وطني يعني برنامج الإكرهات موهش برنامج السلاحات كلمة حق وريد بها باطل بل بالعكس برنامج لتدمير وتفقير الطبق الوسطى برنامج لتدمير المؤسسات العمومية هذا بالأقل يعني خليني من الكلام اللي منما أقول والسمح البارلة لما كنتين تدخل في داخل التفاصيل أجمي شوقا رأوا تدمير فعلا وتفقير الطبق الوسطى اللي هي جاعدة بطبيعتها تنحضر نحوها على طبق الفقر طبق الوسطى بكلها سواء الأجراء بكلها واضح نستثم حقلوت في فقط خليك تطرح السؤال وقت اللي سمعني خل نكمله يعني هذا تقول لي وصلنا إلى نقطة العودة في هذا الملف وارد جدا نصله إلى نقطة العودة في هذا الملف نحكي رجعينا معك سلاح الدين سلمي ومع سؤالك أيضا لطفي فصل ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر